انا عبدالنولا خصائع اطراف الصناعية نازح من ريف ادلب الجنوبي تعرضت للاصابة ببداية الثورة السورية عام 2012 على اثر هاي الاصابة فقدت رجلي اليسار طبعا سبب الاصابة هو كان اطلاق النار علي انا واخي وعائلتي اثناء مرورنا في احدى الشوارع بالمحافظة بعد ما فقدت رجلي يعني فقدت معها كتير اشياء تاني بطلت حب الحياة يقست صرت انظر للحياة بنظرة سوداوية ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل يعني ايماني وتشجيع اهلي واصدقائي الحوالي قررت انه ما استسلم لهذا الضعف اللي انا فيه درست الاطراف الصناعية والاجهزة التقوين لمدت ثلاث سنوات بعدها حصلت على شهادة وطوعت في احد مراكز الاطراف الصناعية الحمد لله يعني كوني انا شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تجربتي الخاصة في هذا المجال وقتل بخدم حدا مثلي فاقت طرفه كتير بكون سعيد وكتير بكون مرتاح نفسيا بشاركو تجربتي الخاصة بخليه تعلم يشوف شون انا كنت شخص كتير ضعيف واجعلت من هذا الضعف قوة اني ابني مستقبلي وكمل حياتي وكون سعيد فيها وراضي بقدر الله سبحانه وتعالى طبعا بتمنى اني قدر اطلع على دول دول غربية مثل كندا او بريطانيا يعني جهات دول مهتمة بمجال اطراف الصناعية لحتى اكمل مستقبلي والدراستي حتى احصل على شهادة اقوى من الشهادة اللي معي وكون سند لكل شخص محتاجني اشتركوا في القناة